يعاني القطاع الصناعي في العراق من الترهل الوظيفي وتوقف إنتاج جزء كبير منه منذ الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003 الأمر الذي أحدث بطالة مقنعة وزيادة في الموازنة التشغيلية لدفع رواتب وأجور موظفي هذه الشركات ويبلغ عدد المصانع والمعامل الحكومي المتوقف في العراق أكثر من مئة تابعة لوزارة الصناعة ويبلغ عدد العاملين فيها أكثر من مئة ألف منهم ستة وستون ألفاً يتبعون مصانع متوقفة وبلا أي إنتاج وتعود أسباب كثيرة وراء هذه الحالة منها تدمير تلك المعامل أو خروج خطوط الانتاج فيها عن الخدمة نتيجة التقادم ومنافسة المستورد بها وكجزء من حل هذه المعضلة يؤكد خبراء اقتصاد على أهمية الشراكة بين القطعين العام والخاص معالجة مشكلة الشركات المتوقفة عن الانتاج أو الشركات الخاسرة التي لا تصد في إنتاجها أجور تكاليف الانتاج مشيرين إلى أن المشاركة بين القطعين تدفع لتمكين الحكومة من شراء وتقديم خدمات البنية التحتية والخدمات العامة والاستفادة من موارد وخبرات القطع الخاص من خلال ترتيبات تقاسم المخاطر عضو البرلمان الحالي ووزير النقل الأسبق عمر عبد الجبار قال إن الخسخصة إجراء اقتصادي يمكن أن ينقذ الشركات الحكومية من الخسائر والإفلاس لكن إجراءات الخسخصة في العراق جاءت بأدوار سياسية تقودها شركات متنفذة تعود لجهات سياسية هدفها تحقيق أكبر عائدا من الأرباح بعيدا عن المصلحات العامة وضافا القطع الخاص الفاعل في العراق يخده رجال أعمال حزبيون يعملون من أجل السيطرة على شركات القطع العام من خلال شركات وهمية أو شركات حديثة ليست لها إنجازات فاعلة في سوق العمل ويقول خبر اقتصاد أن بقاء حالة البطالة المقنعة في الشركات والمصانع التابعة للدولة يأتي لأسباب سياسية وانتخابية لأن القائمين على القرار السياسي والاقتصادي يعملون على أبقاء العاملين في هذه الشركات من أجل كسب أصواتهم الانتخابية وضمان مصالحهم السياسية